خبرنا الأخير من عاصمة السياحة العربية الشرقة حيث لا تقتصر الوجهات السياحية على المرافق الدائمة بل تمتد للفعاليات المؤقتة التي تتميز بها إمارة الشرقة على مدار العامة وبين تلك الوجهات مؤسسة الشرقة للفنون التي تضم العديد من المعارض والأنشطة وفي تقرير التالي نستعرض مع المعارض الضوء الذي انطلق في التاسع عشر من سبتمبر الماضي ويستمر حتى الخامس من ديسمبر القادم انعكاسات الضوء ومساراته سحره وخدعه البصرية مفردات تدور في مخيلة الزائر متجولا بين أربقة معرض الضوء الذي تقدمه مؤسسة الشرقة للفنون وبتنظيم من معرض جاليري هيوارد في لندن الذي يحط رحاله للمرة الأولى في الشرق الأوسط وتحديدا دولة الإمارات يحتضن المعرض أعمالا لعشرين فنانا تحوي تقنيات جديدة مستوحاة من فكر الفنان وفلسفته كما تدمج القضايا الناتجة عن الضوء والظواهر التي تتخلى له من خلال تقديم منحوتات وأعمال تركيبية قائمة على استخدام الضوء في النحط ووضع أشكال محددة للفضاء بطرق مختلفة هذا ويغلب الطابع التفاعلي على معرض الضوء خلال أعماله التي تعكس أجواء خاصة ومنحوتات لا تلمس يمكن الانتقال عبرها أو حولها تجعل الزائر يعيش تجربة تأملية فريدة مع الضوء بجميع أشكاله المكانية والحسية وغيرها من الأعمال التركيبية الفنية التي تكشف جوانب مختلفة من الضوء كاللون والمدة والإسقاط